المتابعة ينضم إلينا من واشنطن دكتور نبيل مخايل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل هل ستلقى الخطة الأمريكية قبولا لدى إعلانها خاصة بعد تصريحات الفلسطينية لأن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام هي ستلقى قبول لكن السؤال الأهم هي هل ستنجح؟ هل ستلاقي نوع من النجاح؟ ربما ستكون هناك مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية العربية لأن في الفترة الماضية منذ تولى ترامب الحكم تقريبا حوالي 14-15 شهر هو بيأخذ وجهة نظر مؤيدة لإسرائيل وتمخذ هذا في نقل السفارة للأدس فمن دلوقتي إلى فيما بعد طرح تلك الفكرة الخاصة بالسفارة سيبقى فيه نوع من الرأيين الرأيي الأول هو ضرورة الضغط على حكومة نتنياهو بوقف نشاط الاستيطان وده نقطة مهمة جدا ولو جاءت من أطراف موالية لإسرائيل ومن غولات المؤيدين لإسرائيل زي جارد كوشنر وغيره سيبقى تطور مهم في الموقف ليس فقط بتاع إدارة ترامب موقف اليهود الأمريكيين هنا في اللقاء وهنا سؤال دكتور نبيل الخطة عاكفة على وضعها جارد كوشنر وجيسون جريم بلات المعروف عنهما التحيز الواضح لإسرائيل لماذا هما بالتحديد؟ وهل نتوقع أن يكون هناك أيضا تكون الخطة أكثر انحياز لإسرائيل هذا موضوع طويل يحتاج إلى شرح لكن باختصار هو ترامب عاوز يكلف شخصيات موالية لإسرائيل بوضع خطة للسلام مع الفلسطينيين ومع العرب حتى لا يتهم بأنه يأخذ الإسرائيل لأنه في الحقيقة ليس من المؤيدين القويين لإسرائيل أو تحصريحات كثيرة تبين أنه لا يفهم الصراع العرب الإسرائيلي على أن حق إسرائيل في الوجود هو قال أنا رجل أعمال أعمل في مجال الإسكان والعقارات هذا الخلاف هو خلاف على قطعة أرض لو سوناها لتم حل الخلافات فهو يعني موجه لي اتهام بأنه ليس من الشخصيات الدعمة لإسرائيل تاريخيا لكن هو بيعطي فرصة لمؤيدين إسرائيل وخصوصا من يمت له بصرة القرابة بأنهم يتولون ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فربما تكون هناك نقاط خلاف عميقة ما بين اليهود الأمريكيين 5-6 مليون يهودي أمريكي عايشين في اللولايات المتحدة كيف ترى توقيت الكشف عن هذه الخطة خاصة بعد نقل الصفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة زي ما قلت لحضرتك هذا هو نهاية المطاف بالنسبة لقائمة تأييد أمريكا لإسرائيل لكن في الحقيقة الخبر الثاني اللي ذكرته محطة الغد دلوقتي مهم جدا ترامب يسعى إلى سحب قوات أمريكية داخل سوريا هنا يختلف ترامب عن أوباما أوباما لا عارف يحل الأزمة الفلسطينية هذا شأن آخر دكتور نبيل شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك